بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أهلا بك عزيزي الدارس في مقرر مبادئ إدارة الأعمال 201 دار نتمنى للجميع التوفيق والحصول على الفائدة المرجوة من هذا المقرر الوحدة الأولى وظائف الإدارة ووظائف المشروع قبل الدخول في وظائف الإدارة ووظائف المشروع أحب أن أتطرق لمفهوم الإدارة يمكن تعريف الإدارة على أنها مجموعة من الأنشطة تتضمن التخطيط وصنع القرارات والتنظيم والقيادة والسيطرة وتوجه إلى موارد المنظمة البشرية والمادية والمالية والمعلوماتية بهدف إنجاز أهداف تنظيمية بكفاءة وفعالية في بيئة ديناميكية متغيرة بالنسبة للوظائف الإدارة ووظائف المشروع نبدأ بوظائف الإدارة على الرغم من اختلاف الكتاب حول تقسيم وظائف الإدارة فإن هذه الوظائف لا تخرج عن أربعة وهي التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة ومن ناحية أخرى فإن هناك تقسيمات مختلفة إلى حد ما لوظائف المشروع ومع ذلك فإن هذه الوظائف ترتبط بمجالات خمس هي التسويق والشراء والإنتاج والتمويل والأفراد نتناول في هذا الفصل باختصار شديد كل من وظائف الإدارة وكذلك عرض مختصر لوظائف المشروع ثم توضيح للعلاقة بين المجموعتين من الوظائف أولا وظائف الإدارة لقد سبق الإشارة إلى أن وظائف الإدارة تتضمن التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة وفيما يلي عرض مختصر لكل من هذه الوظائف ألف التخطيط تتضمن وظيفة التخطيط ببساطة محاولة الإجابة عن أسئلة ثلاثة وهي أين تقف الجهة التي تقوم بالتخطيط الآن با أين تريد أن تذهب جيم؟ أين تذهب؟ ينتج عن الإجابة عن السؤال الأول تحليل للموقف الحالي بينما تتمثل الإجابة عن السؤال الثاني في تحديد الأهداف المطلوب تحقيقها وما يتطلبه ذلك من تنبؤ أما الإجابة عن السؤال الثالث فهي وضع للإستراتيجيات بما تتضمنه من تحديد أفضل الطرق أو البدائل التي تؤدي إلى تحقيق الأهداف أخذا في الاعتبار الفرص والتهديدات في البيئة الخارجية والموارد المتاحة لنقاط القوة ونقاط الضعف في المنشأة والتي تقوم بالتخطيط وفيما يتعلق بوظيفة المشروع موضوع التخطيط الوظيفة الثانية من وظائف الإدارة هي التنظيم يتطلب تنظيم أي وظيفة من وظائف المشروع أن يتم أولا تحديد أوجه النشاط لهذه الوظيفة ثم تجميع هذه الأنشطة في مجموعات متناسقة وأخيرا تحديد علاقات السلطة والمسؤولية سواء داخل الجهاز المسؤول عن الاطلاع بها أو بينها أو بين الوظائف الأخرى وعند مناقشة وظيفة التنظيم لا بد أيضا من التعرض لجوانب تنظيمية أخرى مثل المستوى التنظيمي للمسؤول عن أداء وظيفة المشروع واللجان ودورها والتنظيم غير الرسمي وغير ذلك من الجوانب ذات الصلة بالتنظيم الوظيفة الثالثة من وظائف الإدارة هي وظيفة التوجيه هي الوظيفة التي تكون موجهة للعنصر البشري في المنشأة أي الغرض منها توجيه الموظفين للطريق الصحيح لتحقيق هدف المنظمة وبالتالي تحقيق الأهداف البشرية تنصب وظيفة التوجيه بصفة أساسية على العنصر البشري من موارد المنظمة وعادة ما يتم تقسيمها إلى ثلاث وظائف فرعية وهي القيادة والتحفيز والاتصالات وفي مجال وظيفة التوجيه يقصد بالقيادة القدرة على التأثير في الآخرين واستمالتهم حتى يمكن إنجاز الأعمال المسندة إليهم وتحقيق الأهداف المرغوبة أما التحفيز فيقصد به خلق الرغبة لدى الفرد في العمل ودفع نحو تحقيق المطلوب منه من أعمال وتتعدد تقسيمات الحوافز فهناك الحوافز المادية والمعنوية والسلبية والإيجابية كما أن هناك حوافز الإدارة وحوافز العاملين وغير ذلك من التقسيمات أما الاتصالات فلها العديد من التعارف التي تدور بصفة أساسية حول نقل أفكار أو معلومات أو أوامر أو توجيهات من طرف إلى طرف آخر وقد تكون هذه الاتصالات شفهية أو كتابية وهناك شروط لا بد من توفرها لكي تكون الاتصالات فعالة الوظيفة الرابعة من وظائف الإدارة هي وظيفة الرقابة تهدف هذه الوظيفة وهي وظيفة الرقابة إلى التأكد من أن الأداء يتم طبقا للخطة أو المعايير أو الأهداف الموضوعة وتحديد مدى وجود انحرافات في الأداء ودرجة هذه الانحرافات إن وجدت مع تحديد المسؤول عنها واتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاجها أو منع تكرار حدوثها وهناك أربع مراحل لا بد من المرور بها لأداء وظيفة الرقابة الوظيفة أو المرحلة الأولى هي تحديد معايير رقابية أو مستويات للأداء المرحلة الثانية هي قياس الأداء الفعلي ثالثا أو المرحلة الثالثة مقارنة الأداء الفعلي بالمعايير الموضوعة وتحديد الانحرافات ومعرفة أسبابها المرحلة الرابعة من مراحل الرقابة هي مرحلة اتخاذ الإجراءات التصحيحية